بالنسبة لأستاذة مروة بتسأل بالذرية الصالحة يعني ربي لا تدرني فردا وأنت خير الوارثين فلوحد يسأل الله وأسألك يا الله باسمك الوهاب ربي لا تدرني فردا وأنت خير الوارثين فدعاء سيدنا زكريا عليه السلام نكسر من هذا الدعاء مع التسليم لبيئة القضاء الأستاذة مروة برضو بتسأل عن طريقة الاغتسال من الجنابة وبتقول كيف يكون الاغتسال منها بصي صفة الغسل الواجب بالنسبة للجنابة نية الإنسان إنها راح أغتسل بنية إزالة هذا الجنابة والجزء الثاني تعميم سائر الجسد بالماء ده الأصل في بعض المستحبات والسنن إذا عملناها كميل ما عملناهاش يعني الأصل نية الإنسان وتعميم سائر الجسد بالماء زي إيه المستحبات والسنن أنا بدخل ببتدي الإنسان بغسل يده وبعد كده بيخسل موضع الفرج وبعد الفرج غسله يتوضى وبعد كده يعمم سائر الجسد بالماء طب لا أنا مش هتوضى وأغتسل مرة واحدة بتعميم الجسد بالماء ما فيش مشكلة لأن الوضوء داخل ضمن الإغتسل ضمنياً أنت هتعملي ده بتعميم الجسد بالماء يا صاحبة السؤال لو أنت في الحيض بالمدفرة شعرك عملة تسريحة معقدة شوية هتفكي لو ده حيض عشان تخسلي راسك كويس وشعرك كويس لو في الجنابة ما بتؤمريش بفك الضفائر وما شابه بتنزلي المية كده على الجسد ترجمة نانسي قنقر